السلام عليكم و اهلا بكم في الحلقة التاسعة من انجليش تكاوي As always عندنا ثلاث فقرات Word Phrase Grammar Rule كلمة جملة و قاعدة وسيرة كده في اللغة الإنجليزية And without further ado let's get started حد فاكر without further ado لو انت فاكر اكتبنا معناها في comment تحت الفيديو فالكلمة بتاعت النهاردة هي emerge emerge كلمة كنت اسمعها كتير ولقيتها انها بتستخدم كتير جدا جدا في اللغة الإنجليزية خاصة في المصطلحات الاقتصاد والكلام ده كله emerge يعني يظهر او ينشأ او ينبثق يبرز يعني حاجة كده مكادش موجودة و ظهرت لينا فهي بتجي بكل المعاني دي و ان شاء الله هنتعرف على معنى emerge واستخداماتها في الامثلة فاول مثال معانا The sun emerged from behind the clouds The sun emerged from behind the clouds يعني الشمس ظهرت من خلف السحب معاناها The sun appeared from behind the clouds يعني emerged هنا جاب معنى appeared The sun emerged from behind the clouds مثال اخر A few important facts emerged after the investigation A few important facts emerged after the investigation يعني شوية حقائق مهمة ظهرهم بعد التحقيق فـ emerged هنا جاب معنى تظهر برضو مثال اخر China is an emerging market China is an emerging market يعني الصين هو سوق ناشئ الصين سوق ناشئ انا مش فهم الصراحة يعني بالاقتصادية المعنى سوق ناشئ لكن دي من اكتر الجمل اللي بتسمعها برضو في النشرات او حاجة زي كده emerging market سوق ناشئ او ممكن يكون هيا الصين لسه بدأ مثلا او حاجة زي كده لو حد اللي عنده خلفية اقتصادية يوضح لنا الموضوع ده بس دي جملة مشهورة جدا China is an emerging market China is an emerging market اوكي و اخر مثال برضو هيوضح معنى emerging جاوي هو emerging companies always start with a small capital emerging companies always start with a small capital معناه ان الشركات الناشئة او الشركات اللي لسه بتبتدي بتبدأ دايما براس مال صغير a small capital اللي هو راس مال صغير فemerging companies يعني الشركات الناشئة فemerging هنا واضحة جدا بمعنى ينشأ او حاجة ناشئة حاجة لسه بدأ تظهر اوكي فemerge لو انت بتكره انجليزي هتشوفها كتير لو انت بتكره اروايات هتشوفها كتير مقالات تتفرج على اي تحليل سياسي اقتصادي emerge من الكلمات اللي هتسمعها كتير فمهم جدا انك تعرف emerge يعني يظهر ينشأ ينبثق اوكي وعرفها جدا يعني احفظ جملة من الجمل دي تخلى في دماغك china is an emerging market او emerging companies اوكي وصلنا للفاكرة التانية معنا اللي هي فاكرة الفريز او الجملة والجملة بتاعت النهاردة هي it's quite obvious it's quite obvious يعني واضح جدا ودي جملة بتستخدمها لما يكون في حاجة بديهية اوي او حاجة واضحة اوي مش محتاجة تفكيري يعني فمثلا i think it's quite obvious who's gonna win the match i think it's quite obvious who's gonna win the match لما يكون في مثلا ماتش ملاكمة مثلا ما بين اتنين ففي واحد قوي جدا وفي واحد يعني ضعيف او مش بنفسه قوة التانية ده فانت بتقول اعتقد واضح جدا من اللي هي فوز الماتش ده i think it's quite obvious who's gonna win the match مثال ثاني it's quite obvious you have been lying to me it's quite obvious you have been lying to me يعني معناها واضح جدا انت كنت بتكذب علي الفترة دي كلها من الجمل الدرامية الاصيل عندنا في السينما المصرية يعني كل افلام الدراما لازم تلاقي القومة دي it's quite obvious you have been lying to me واضح جدا انت كنت بتكذب علي الفترة دي كلها it's quite obvious you have been lying to me ويمثال كمان it's quite obvious which car i'm gonna buy it's quite obvious which car i am gonna buy معناها واضح جدا انها عربية هشتريها ودي مثلا لو في اتنين صحاب ففي واحد نفس يشتري عربية معينة فكلما يقعد مع صاحبه ده يقعد يحكي له هالعربية دي ومميزاتها والكلام ده كله فهو فعليا رايح يشتري عربية فصاحبه بيسأله بقى هتشتري انها عربية وقول له واضح جدا انا هشتري انها عربية اللي هو يعني اصدع اللي هو كان بيعمل يكلموا عنه it's quite obvious which car i'm gonna buy فدي احد الموقف اللي ممكن تستخدم فيها it's quite obvious موقف اخر لو انت في الشغل وفي مثلا حد هيترشح او حد هيبقى السي او بتاع الشركة ففي عضو بارز قوي prominent فاكر prominent بارز من الستاف او الناس اللي شغالين في الشركة ديت فكلهم تقريبا كده عارفين مين لها يترأى فممكن تقول it's quite obvious who's gonna be the next CEO of the company it's quite obvious who's gonna be the next CEO of the company وزي ما من تعرف CEO اختصار لchief executive officer او المدير التنفيذي it's quite obvious who's gonna be the next CEO of the company it's quite obvious ان احنا خلصنا الفقرة دي وهنروح للفقرة اللي بعد كده وصلنا للفقرة الثالثة معنا اللي هي فقرة grammar rule وال grammar rule بتاع النهاردة حاجة بسيطة جدا هي the هنتكلم عن the the في اللغة العربية بتماثل الالف واللام يعني a car ديت سيارة the car السيارة cars سيارات the cars السيارات فthe هي اداة تعريف او تماثل الالف واللام في اللغة العربية هنقول شوية امثلة كده نوضح بها الفرق ما بين a او an وما بين the يعني مثل لما واحد يسأل واحد صاحب يقول له did you buy a car هل اشتريت سيارة فسيارة هنا ممكن تكون اي مركة اي مركة من المركات لكن did you buy the car did you buy the car هل اشتريت السيارة فالسيارة هنا بقت معرفة معرفة يعني ايه؟ يعني معروفة بالنسبة للتنين يعني اللتنين عارفينها او متفقين على نوع معين من السيارة الرجل ده يشتريه اوكي؟ فاكار سيارة اي سيارة لكن the car فده معناه ان في سيارة محددة هو كان رايح يشتريها تمام؟ مثال اخر I bought a phone yesterday I bought a phone yesterday انا اشتريت تلفون مبارح ممكن اكون اشتريت اي تلفون Nokia Samsung iPhone اي تلفون ممكن اكون اشتريت اي تلفون لكن I bought the phone yesterday I bought the phone yesterday ده معناه ان انا فيه تلفون محدد اشتريته فانا مثلا انا اععد مع واحد صاحبي اقول له انا اي هروح اشتري تلفون سامسونج مثلا S8 بكرة تمام؟ بعدين وقتها فعلا روحت اشتريت التلفون وجيت فبكلم بقول له I bought the phone فthe phone هنا هو عارف انا بتكلم عن ايه فانا عرفت الفون هو عارف ان انا بتكلم عن S8 مثلا فthe هنا بتيجي علشان تعرف الشيء او بتخلي الشيء معرفة جميل جدا لواحد لما يفهم يعني ايه معرفة ويعني ايه نكرة والكلام ده كل فI bought a phone معناها انا اشتريت اي تلفون لكن I bought the phone انا اشتريت تلفون محدد اللي انا بقول له الكلام ده عارف انا بتكلم عن ايه عارف معرفة اوكي وحاجة اخيرة برضو علشان من بقاش تطلعنا من الفقرة دي بذا بس لابما اقول لي واحد Do you have time Do you have time معناها هل انت عندك وقت؟ لكن لما اقول له Do you have the time فده حوار تاني خاص Do you have the time فديت معناها السعكام اوكي ده معناها يعني تماثل What time is it السعكام فده كان ذا ولو عايز تعرف اكتر عن الارتكلز اي وان وذا فاحنا كنا عملنا فيديو خاص بي ممكن تشوفها هتلاقي اللينك تحت الفيديو او في الديسكريبشن ويوصلنا الاخير فقرة معنا اللي هي فقرة القووت والقووت او القتبات بتاع النهاردة من واحد اسمه براين تريسي ده كاتب براين تريسي بيقول رجل بقولك انك تاخذ الخطوة الاولانية دي دي الحاجة اللي بتفرق ما بين الناجح والفاشل معظم الناس انا عايز اتعلم برمجة انا عايز اتعلم منتاج انا عايز اتعلم الفيلم ميكين انا عايز اروح الجيم انا عايز انا عايز انا عايز بس هل فعلا ان انت بتاخد خطوة احنا كلنا او معظمنا بنبقى محصورين في مربع انا عايز لكن مفيش حد بياخد خطوات مع العلم ان انت لو خدت خطوة ولو حدت بسيطة جدا جدا هتماشي لوحدك يعني مجرد انا عايز اتعلم برمجة خش اتفرج حتى على الفيديو واحد على اساسيات البرمجة عايز اتعلم منتاج نازل البرنامج وصور فيديو وحاول وجرب اول خطوة دي رغم ان هي صغيرة ورغم ان الفرق فيها مبقاش ملحوظ خالص اصلا يعني انا عايز اروح الجيم روحت جيم يوب وجيت مفيش اي تأثير مطلع ليش سكس باكس مثلا لا بس هي بتحطك على السكة مجرد ما بتاخد الخطوة الاولانية ديت انت يعني انجزت عظيم الصراحة يعني لانك مجرد ما بتتحط بتماشي لوحدك فلا اي حد عايز يعمل شانل على يوتيوب عايز يتعلم اي حاجة عايز يفتح مشروع عنده فكرة في اي اي حاجة من الحاجات دي خد خطوة ولو حتى بسيطة خالص بس ادي لنفسك كده ايه ساينز ان انت اه انا انا همشي في الموضوع ده انا عملت الموضوع ده بتديك يعني اول خطوة ديت صعبة هي مش سهلة هي صعبة بس مجرد ما بتاخدها الدنيا معاك بتمشي فبعد كده لو انت عايز تعمل اي حاجة خد خطوة ولا حتى بسيطة خالص خالص عايز تعلم منتاج ساطة برنامج بريمير بس دي خطوة دي خطوة انت بتقول لنفسك بس انا ايه اه او عملت حاجة وان شاء الله هتكمل بإذن الله لكن مجرد ان انت بتحصر نفسك في مربع انا عايز يبقى هتخليك طول حياتك عايز حاجات ومبتعملهاش فخد خطوة بقولها كتير جدا خاصات الناس اللي عايزين يعملوا تشانلز على يوتيوب خد خطوة ولو حتى بسيطة بس اربط نفسك اربط والزم نفسك بالحاجة دي دي كانت حلقة النهاردة اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالحلقة ديت او استفدتوا حاجة يعني وكالعدم تنساش سيبنا في كومنت جمل من تأليفك انت على الحاجات اللي تعلمناها النهاردة عن الورد والفريز والجرامر رول ولو عجبك الفيديو بقى ما قولتش الكلام ده في الحلقة اللي فاتت لايك بقى او شير وسبسكرايب والكلام الجميل ده السلام عليكم اشتركوا في القناة